تواصل الدولة دعم الحرفيين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الهادفة لتسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية بجميع محافظات مصر وتؤكد الدولة على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمية جهود حفيثة تقوم بها الدولة لخلق حياة كريمة للمصريين منها دعم الحرف التقليدية والتراثية في إطار رؤية متكاملة مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 جهود أسفرت عن مبادرات عدة لدعم هذا القطاع جاء على رأسها المبادرة الرئاسية صناعية مصر التي تهدف إلى إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها نحن مثلاً قلنا نبدأ نعمل مناطق حرفية مناطق صناعية مناطق حرفية ما هي حرفية؟ ما هي لو أنت اليوم تريد أن تعمل شيئاً في العربية لا أعرف أن تعمل شيئاً أشغال من الأشخاص التي يتكلم عليها أخونا نحن نحن نتحرك في هذا ونعمل أيضاً تصميمات رخية جداً وهي معمولة ليس لحد لكم معمولة لماذا؟ ليه كنتم؟ لكي أن الناس تبتلين تتقل بننقل يعني أقول أسماء بسوس مثلاً على سبيل المساء وغيره يعني مناطق كلها قلنا لا نعمل مناطق جديدة خالص معمولة زي ما بتشوفوا كده شوفوا الدولة مش هتعمل حاجة أنا زي ما الكتاب بيقول الحكومة أطلقت كذلك منصة أياد مصرية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية ودعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات كما أطلقت عدة جهات مبادرات لدعم الحرفيين مثل مبادرة الحرفي المصري وشغلك في قريتك وقد عملت الدولة بالتوازي على إحياء التراث المصري وتشجيع الحرف اليدوية وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الحرف اليدوية تتلفف حرير برنامج مستورة لدعم المرأة المعيلة كما تقيم الدولة معارض دورية لتقديم الدعم لصغار المنتجين في مختلف محافظات الجمهورية يأتي على رأسها معرض ديارنا ومعرض تراثنا بهدف ترويج المنتج المصري والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي وتعمل الدولة على مواجهة كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها ترجمة نانسي قنقر